ذراع ثالثة سيحصل عليها الجنود في المستقبل لتحسين قدرتهم على إداء مهامهم القتالية وتمكنهم من إصابة الأهداف بشكل أفضل الجهاز الجديد تم تطويره في مختبرات أبحاث الجيش الأمريكي في ولاية ميرلند ويهدف فريق العلماء الذي يقف وراء الذراع الآلية إلى تخفيف عبء وزن السلاح عن الجنود وتمكينهم من التركيز على المهام المطلوبة منهم بشكل أفضل حاولنا جعلها خفيفة قدر الإمكان وقوية بنفس الوقت حيث أنها قادرة على حمل السلاح يتجاوز وزنه العشرة كيلوغرامات الذراع الآلية الجديدة مصنعة بالكامل من ألياف الكاربون ولا يتجاوز وزنها الكيلوغرامين ويعمل الباحثون على قياس مدى دقة إصابة الأهداف باستعمال الذراع الآلية وإجراء تحسينات عليها بصورة دورية على أمل أن تصبح يوما ما جزءا أساسيا من تجهيزات الجنود في ميدان المعركة